بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبات وطالبات جريد سيكس يارب تكونوا جميعا بخير والنهاردة نكمل شرح لسون تو اللي هو الترانسليشن المرة الفاتحة يا حبيبي احنا خدنا مقدمة عن المفاهيم الخاصة والروز اللي احنا هنشتغل بيها في الدرس ده النهاردة هناخد مع بعض شوية امثلة وطبعا الاول مرة يشوفت ما انساش تشترك في القناة ويفعل الجرس ويختاروا كل عشان يوصل مني كل جديد اعزائي طبعا احنا بعد ما هنخلص الحلقة دي ان شاء الله في حلقات تانية خاصة بالمراجعة يعني على اساس نظام الامتحان الجديد ان هو النظام المجمع ياريت تتابعوني وتجهزوا كده مع بعض كده ورقة وقلم كده عشان نحل مع بعض ان شاء الله المرات القادمة عندنا اكزامبل بالشكل ده بيقول لك فاين هو ساعات يجيب لك الاصل ويقع ايه الا ايه مسلا ويقول لك عايز الايماج اللي هو الايه داش وساعات يجيب لك ويبقى عايز ايه مسلا واحدة من الاتين الايه مجهولة بالنسبة له او الايه داش واحنا هنشوف كذا حالة وازاي هنتعمل معه كل موضوع ازاي من النوعية الاسئلة دي بيقول لك فاين زا اميج اوف زا لاين سيجمانت عندي لاجن سيجمانت اي بي وير ايه عندي الايه نيجاتيب فور وثري وعندي البي تو وزيرو وعندي ايه تاني عندي ترانسليشن اكس واي وعايز ايه عايز الايماج دي سهلة ما فيهاش اي مشكلة اول حاجة نمثل البيانات اللي قدامنا دي عندك الايه نيجاتيب فور وسري يبقى نمشي كده نيجاتيب فور وسري يبقى الفور كده هون ايه افناها طالعين الدور التالت وهدي ايه نحط النقطة هنا هون دوت يبقى نيجاتيب فور اهو وسري اهو حط دوت هنا هون دي اول حاجة بعد كده بيقولي البي تو ايد زيرو تو نمشي كده ايد زيرو يبقى على نفس الايه المحور اللي هو بتاعنا اللي هو الاكس وبعد كده نعمل ايه نوصلهم ببعض نوصل البوينت دي بالبوينت دي ودي طبعا احنا عارفنا ان اسمها ايه النقطة دي اسمها ايه والنقطة دي اللي هي البي بعد كده نشوف الترانسليشن بتاعنا بتاع الاكس والواي عندنا اكس بلاس تو يبقى دي الاكس ايه اللي هي نيجاتيب فور يبقى نحط هنا ايه 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 او تحت ايه 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 وعندنا السري هنضيف عليها الواي نيجاتيب سري يبقى نضيف هنا ايه نيجاتيب سري كذلك الوضع انا اعمله للبي للبوينت اللي هي البي تو هتبقى تو برضو بلاس تو والزيرو نيجاتيب سري تعالوا بقى نشوف كده نيجاتيب فور بلاس تو هتديني ايه هتديني نيجاتيب تو دي بالنسبة لايه هتبقى دي الايه داش يبقى تو نيجاتيب تو وايه تاني وي تري نيجاتيب سري يبقى كام يبقى زيرو نيجي بعد كده للبي داش نفس الكلام تو بلاس تو ايقوال فور زيرو نيجاتيب سري ايقوال سري يبقى عندي الايه داش بنيجاتيب تو ايه زيرو والبي داش فور ايه سري نقدر نمثل الموضوع ده بقى على الايه الجراف اللي قدامنا يبقى عندنا الايه داش نيجاتيب تو وزيرو نمشي كده في تجاه الليفت نيجاتيب تو يبقى هنا اهو وزيرو يعني على الايه جاي على الايكس اكس داش والبي داش فور وثري هتبقى فور نيجاتيب سري يبقى فور نمشي كده يبقى نمشي في الاتجاه ده كده فور اللي جات هنا وننزل تحت ايه اللي جايه نيجاتيب سري اهان وبعد كده نوصل الايه الاي داش بالبي داش بالشكل ده نقدر برضه عشان نبقى شايفين الشكل نعمل دي كده ودي كمان هنلاحظ ان الجزء ده كده بيوازي ده وعندك الاي بي هنا طبعا هتبقى الاي داش هنا وهنا هتبقى ايه هتبقى الاي داش وكده طبعا يا حبيبي اللي كون خلصنا حل السؤال ده يبقى عندنا الايه داش اقوال ماينس تو نيجاتيب تو اند زيرو والبي داش فور اند نيجاتيب سري طبعا هو المؤمنة بيجيب لك شكل زي كده وبتختار يعني مثلا اختيارات ويقولك مثلا الاي داش بتساوي كام مثلا اقوال كام انت طبعا بتستانتج من الرسمة اللي قدامك وتحلها وتبقى سؤال سهل جدا ان شاء الله تعالوا شوف مع بعض حبيبي المثال ده الايكزامبل ده وده يعني فيه طريقة ان نعمل في اسكادول كده وانده تسجل البيانات بتاعتنا عشان ما نتلغبطش برضه بيقولك بس انا كان قصدي ان انا اشرح لكم بالتفصيل عشان خاطر بالرسم اللي تعرفوا البداية بتبدأ منين وازاي المسألة بتاعتك بتتحلل هنا بيقولك مش عارفك عندك التراينجل ده اللي هو عندك اللي هي فعلا فعلا اهي لما لو مشينا كده اكن الجراف ده مش موجود قدامك الرسمة دي هنمشي فور اهو عند فور في الاتجاه ده كده يبقى هنا هتكون ايه نقطة اللي هي الايه الايه دي اول حاجة نعملها وبعد كده نفس الكلام بالنسبة الايه للبي زيرو عند تو زيرو تبدأ من هنا عند تو يعني على نفس الايه الواي اهي ونحطوا دوت هنا وبعد كده بيقول لي سي ساكس اند نيجاتيف تو هنمشي كده ساكس وننزل تحت نيجاتيف تو اهي نقدر نوصلهم ببعض عاجة بقى اهو بنعمل كده اهو ايه طبعا مرسوله بس عشان انا بوضح لكم ازاي بتتعامل وازاي بتتعامل وازاي بتتحالي بروح موصلين دول كده ببعض طبعا عارف كلكم بتحبوا الرسم كده ايه ده التراينجل بتاعك الجزء ده كده. تمام? عندك الايه? الايه هنعمل ايه? هنقول نيجاتيف فور طبعا همفروض نكتبها هنا فوق. بس عشان انتم خلاص تبقوا عارفينها. عندك فور نيجاتيف فور بيكان تديني زيرا. ايه? بعد كده فور بلاس تديني فايف. خلاص. نيبقى دي الاميش بتاعت الايه? البوينت ايه? نفس الكلام بالنسبة للبي. زيرو نيجاتيف فور تديني نيجاتيف فور. وعندنا ايه تو. ايند وان. ايه كوال سري. دي الوال. وعندك السي 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 سيفس. نيجاتيف فور تديني. two and negative one plus one equal negative one. عملنا الكلام ده تعالى بقى نسره بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. نعمل ايه? اول حاجة ايه داشت? zero five. ايه دي الزيرو. وهدي الفايف متلع فوق. ايه دوت بتاعي. نعمل كده اهو. نحط هنا كده ايه? نيجي للي بعديها. عندنا الفاينت مش مزبوط اشفاي. مش مشكلة بقى. اه بعد كده البي اتش البي داش نيجاتف فور وسري نيجاتف فور يعني نمشي في اتجاه الليفت نيجاتف فور. لفت ما نوصل لنيجاتف فور. ونطلع سري. وان. تو سري. اهو بالشكل ده. نفس الكلام بالنسبة لسي داش. نمشي في اتجاه الرايت. وننزل تحت نيجاتف فور. ونوصلهم بقى بعض عادي. زي ما احنا عملنا كده. كده اهو. كده اهو. يبقى كده. ده متمثل ده. والشبه بالزبط وزيه في كل حالة. تلاحظوا ايه من الشكل يا حبيبي? هنلاقي ان ال ا داش ب داش ده. باراليل لل ا ب. وفي نفس الوقت اقوال لها. نفس الكلام بالنسبة لب سي. هي نفسها باراليل لب داش سي داش واقوال لها. نفس الكلام نفس الكلام للا ايه سي. ال ايه سي اقوال للا ا داش. سي داش وايه باراليل واقوال في نفس الوقت. وهلاقي كل أنجل من دي مقابلها الأنجل بتاعتها نفسها هتساويها يعني الأنجل سي هتلاقيها equal للأنجل سي داش وهكذا بالنسبة للإيه وبالنسبة للبي عندنا الشكل ده نفس الكلام بس هنا فور بوينت يعني هناك في تراينجل كان تري بوينت أما هنا في الريكتانجل كان في تراينجل تري بوينت هنا في الريكتانجل فور بوينت بقى A B C D نفس الكلام add negative two plus four تديني two and negative three plus three equal zero بالنسبة للباقي نفس الموضوع وحبيت بس أقول لكم مهما كان الشكل فحنا نعمل image دي كل بوينت ونوصلهم ببعض هيديني نفس الشكل بالزبط الإجزامبل ده بقى حبيبي فكرته جديدة لأن هو هنا مديني الباينت نفسها اللي هي الايه موجودة الايه وعندنا الايه داش وهو عايز الترانسليشن طب في الحالة دي احنا كنا نسأل نفسنا سؤال نتأمل كده ونقول ايه هي النمبر اللي احنا لو ضفناه على negative three هيديني two معناها ايه الفايف الفايف نيجاتيف سري بيديني two يبقى اول حاجة نوصل لها اللي هي ايه الفايف ده الايه الهوريزنتل يعني ما نقول five يعني بنتكلم على الهوريزنتل يعني بنتكلم على الايه على نفس الكلام ايه هي النمبر اللي احنا ممكن نضيفه للتو عشان يبقى negative two كان negative four مظبوط معناها انت حتى لو جيت قلت هنا two وعملت هنا بلاس للتري هيديني five نفس النتيجة وانا لو قلنا two plus two هيديني four طيب يبقى هنقول النيجاتيف هنقول النيجاتيف four لما ضفناها على التو اداتني ايه نيجاتيف تو نبقى في الحالة دي البوينت بتاعتنا هتبقى ايه five and negative four five and negative four ناخد حالة تانية برضو حبيبي هنا بيديني ايه بقى بيديني الايه داش او يعني الاميج موجودة ومديني هنا الرولز بتاعتي الرول اكس واند واي اكس نيجاتيف تري والواي بلاس وان بيقول لك هنا الاصلي هو اللي ايه مش موجود هو ده اللي احنا محتاجيني في الحالة دي انت عندك طريقتين الطريقة الاولى انت الماشي كده عكسي يعني واي انت كنت ماشي كده بالاتجاه ده كده وبعد كده الترانسوليشن الترانسوليشن وبعد كده الايه الايميج هنمشي بقى ايه في العكس الاتجاه هنمشي في عكس الاتجاه يعني هنعمل ايه هنعمل ماينس مش هنعمل ايه تمام معنىPowering هذه هي نيجاتيف تري تمام؟ فنسأل نفسنا سؤال هذا X يطار ما هي X D وال Y هي اللي مجهولين اللي احنا محتاجينه الميسنج بالنسبة لنا X وال Y اللي هو الاي يعني؟ اللي هي بيمثلة ايه؟ هنسأل نفسنا سؤال ايه هي النمبر اللي احنا لو عملنا مينس منه لتري يديني سفن ما هي النتيجة اللي احنا وصلنا لها اللي هي الايداش؟ طبعا هنقول اللي هو التن تن ماينس تري اكوال سفن يبقى اول بوينت اللي هي ايه؟ تن اند ونشوف بقى واي بلاس وان ايه النمبر؟ ايه النمبر اللي احنا لو ضفناه على الوان يديني نيجاتيف تو هنا نسأل نفسنا سؤال هنرجع الورا هنقول من وان هتبقى زيرا ومن زيرا تبقى ومن وانه يبقى يبقى ايه يبقى مش هينا وانت وابعدكده هنقول عكسه ويبقى وان وصلني للنتيجة لتيه لديه طب في حل تاني. اللي مش عاقبه الحل ده في حل تاني. ان احنا كنا بقوله هنا ايه? نيجاتيف. هنحولها تبقى بوزيتر. سوري. هنحولها لده اهو. النيجاتيف دي هنخليها بوزيتر. او. ودي ايه? بوزيتر. هنخليها نيجاتيف. ونجمع بقى مع بعض عادي. يبقى سيفين بلاس تري ايقوال كام? هتيبقى ايقوال كام? انت. تو. ماينس تو نيجاتيف تو بلاس نيجاتيف وان. يبقى نيجاتيف سري. نفس النتيجة ولا لأ. عندك الطريقة دي ماشي. وعندك الطريقة دي ماشي. يارب يكونوا استوعبتم وفهمتم درس كويس اوي. وهو هيجيلك في سورة او او حاجة كده اختياري. اه بس المهم ان احنا فهمنا درس كويس. ولو في اي حد لي كومنت على اي شيء بس يبلجني وانا ان شاء الله اشرح له جزء اللي هو خاص بالموضوع ده في التعليقات. اه في انتظار مشاركتكم. وفي انتظار تعملوا للفايل اللي هو الفيديو اللي احنا عاملينه دلوقتي. وكل الفيديوات بتاعتنا عشان زميلكم يستفيدوا منها. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق وانتظرونا في مراجعات شهر مارس. والسلام عليكم معكم مستر اسامة الهادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.